نقص مياه الريف العديد من قرى ولاية برج بوري ريش تعد من المشكلة العويصة التي لم تجد لها حلاً منذ سنوات فهي تتكرر خاصة في السنوات التي تعرف شحان في التساقط خاصة وأن مياه الآبار لا تكفي في الغالب ما يدفع الفلاحين إلى السقي بمياه ملوثة علواتاً على ارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية ونقص الإنتاجية حيرة الفلاحين من الندرة والشح الكبير المياه السقية بدأت آثارها تظهر جلياً من خلال انخفاض المحصولة بحوالي 72% مقارنة مع السنة الماضية نحن من اللي بدينا نخدمه بالحبوب في الشدلاء ناجحين الحمد لله عمله والطحنة 2-40 قنطار في القطار والسنة هاك شوف عينك هاي أول جمع في في الولاية يعني ماستن تحوزن حينه كم عمله والسنة واشنة حينه مياه و77 قنطار ولا 79 سقوة قنطار هكذا كما كان عمله والسنة 200-80 قنطار السنة هولا منها أقصى المياه في المياه الفلاحين الذين زارتهم الشروق نيوس في بلدية العناصر وبلدية سيدينبارك شاق ولاية البرج يناشدون السلطات المعنية التدخل لتمكينهم من الاستفادة من حفر آبار ارتوازية يستغلونها للسقي وكذا الشرب ويبقى غياب الدعم وإهمال السلطات المعنية للفلاحين من بين العوامل التي جعلت الكثيرين يتخلون عن أراضيهم ترجمة نانسي قنطار